ضمن تحضيرته للموسم الكروي المقبل ولقاء الكأس الممتازة أمام مولدة الجزائر في التسع أوت القادم يوصل إتحاد العاصمة معسكره الإعدادية الأول في يومه التسع بالعاصمة التركية إسطنبول مقر إقامة الفريق النادي العاصمي خاض حصة تدريبية المسائية بقاعة تقوية العضلات الخاصة بفندق مقر إقامته والواقع بضواحي مدينة بستانجي أشبل فيليج شد الرحالة في العاشرة ونصف ليلا نحو مدينة فيابور التي تبعد أربعين دقيقة عن مقر إقامتهم بعد أن غير الفريق الملعب الأول الواقع بمدينة مالتيبي وخذ فيها حصة تدريبية بملعب نادي جيبسي النشط في القسم الثالث التركي والذي من المنتظر أن يواجه الاتحاد سهرة اليوم الحصة التدريبية التي دمت ساعة ونصف خصصها الطقم الفني للجانب التقني والتاكتيكي بتمرين إحمائية بالكرة وبعدها دخل الفريق في تمارين تطبيقية على المرمى لينهي الحصة بمبارة تطبيقية